أعداد مخيفة تسجلها المستشفيات العراقية سنويا من المتسممين نتيجة تناول الأغذية منتهية الصلاحية سواء تناولوها أغذية معلبة أو جافة أو مطبوخة في داخل بيوتهم أو خارجها وعادة ما تباع هذه الأغذية بأسعار زهيدة تحفز من يعاني من تدهر واقعه الاقتصادي على شرائها فأغلبها ليست فقط منتهية الصلاحية إنما تحتوي على مواد مصرطنا وهذا ما جعل ناقص الخطر يدق وسط ضعف الرقابة الصحية وغياب السيطرة النوعية علما أن العراق يمتلك نظام الأغذية رقم 29 لعام 1982 المعدل بموجب نظام رقم 4 لسنة 2011 الذي حدد الغذاء غير الصالح للاستهلاك البشري الضار بالصحة العامة ويشمل الملوث بمسببات الأمراض وعواملها والذي يحتوي على مواد سامة وتلك التي تحتوي عبواته على مواد ضرة بالصحة العامة وعلى مضاعفات غذائية غير مسموح باستعمالها أو تتجاوز الحدود المقررة لها فضلا عن الحيوانات المريضة بأحد الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان تقارير استخبارية أكدت أن المواد التالفة والمنتهية الصلاحية يتم وعادة تعبئتها في علب مختلفة الأحجام ويتم وضع عليها ماركات تجارية وتأريخ إنتاج جديد وبيعها في المناطق والأسواق الشعبية وبأسعار زهيدة تنافسية وهذا ما يستدعي إلى ضرورة تفعيل عمل الرقابة النوعية وتطبيق القانون مع فرض الغرامات للحد من تسربها للأسواق والحفاظ على حياة المواطنين من بغداد رؤى الشمري بلاد الفضائية